بينما كانت اقدام وزير الخارجية الروسي سرقيل لفروف تطأ الاراضي التركية وبينما كان يواصل ماراثونه الدبلوماسي مع المسؤولين الاتراك حول سوريا وحلب تحديدا كانت طائرات نظامه ونظام الاسد تمارس قتلها للسوريين في حلب بتشف في محاولة منهما لتركيع المدينة واهلها لكن ما الذي يبحث عنه لفروف في انقرة وزير الخارجية الروسي سرقيل لفروف قال ان روسيا ماضية في عمليتها العسكرية بحلب بغض النظر عن الانتقادات الدولية الموجهة اليها مضيفا انه لا بد من التحرك لحل الازمة السورية والتعاون مع تركيا سيكون احد السبل للوصول الى حل وان الاتفاق معها حول ذلك قيد التنفيذ وهذا ما يطرح علامات استفهام حول التوافقات التركية الروسية في سوريا فاين تتقاطع واين تتناقض وزير الخارجية التركي مولود جويش اوغلو اثنى بدوره على الرأي الروسي القاضي بوجوب التوصل لحل سياسي في سوريا للحفاظ على وحدة الاراضي السورية مع تأكيد خجول حول ضرورة التوقف عن قصف حلب اما فيما يتعلق بمحاربة تنظيم الدولة اشار اوغلو الى ان بلاده ستتعاون مع روسيا في قتال تنظيم الدولة في سوريا وهذا ما اعتبره البعض ربما شرعانة للوجود العسكري الروسي وتشجيعا له اكثر على مواصلة دور القاتل بحق الشعب السوري وبالرغم من ان وزير الخارجية التركي قال ان موقف تركيا من الاسد ثابت لم يتغير الا ان تصريحات الرئيس اردوغان تغيرت خلال ساعات فبعد ان قال ان القوات التركية في سوريا تهدف لانهاء حكم الاسد الوحشي حسب وصفه تراجع عن ذلك ليقول لاحقا ان عملية درع الفرات لا تستهدف اي بلد او شخص وانما جاءت لمحاربة التنظيمات الارهابية وثم تمن يتساءل ما الذي يدفع تركيا للتراجع عن ذلك ولو كان كلاما فقط وهل فقدت تركيا اي اوراق ضغط حقيقية لتمارسها على الروس ام انه كما يتحدث مراقبون لعلها تسوية تمنح تركيا المنطقة الامنة لقاء سكوتها على ما يجري في حلب واللافت ان موسكو اشرت ان طيرانها لم يقصف القوات التركية وانما طيران النظام لكن ذلك لا يلغي ربما ان الروسيا ثأرا عند تركيا لا يغطيه رماد المصالحات ما يبدو واضحا الى الان هو لعب تركيا دور الوسيط بين روسيا والفصائل الثورية في حلب حيث ذكر مصدر في المعارضة السورية المسلحة ان قادة من الاخيرة التقوا مسؤولين روسا في انقرة وقد تزامن ذلك مع زيارة المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب لتركيا ولقائه مسؤولين اتراك فهل تنجح تركيا في وقف المحرقة الروسية وهل يمكن اعتبار اجتماعات انقرة السرية بداية النهاية لما يجري في حلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر